فضيحة التسريب الاستخباراتي الذي نشرته جريدة الخبر وجريدة الإكسپريسيون صارت تلقي بظلالها على المشهد حقيقة فالعملية وما فيها أنه لا يوجد أي اجتمام بالطريقة والصيغة التي حكوه ما كانش هذا الاجتمام هذه الحكاية وما فيها فبركة من طرف دائرة الأمن الخارجي من طرف الضباط عملوا هذا السيناريو وأرسلوه إلى الخبر والإكسپريسيون وقالوا له شوفوا ديروه بطريقتكم لكن جريدة الخبر وجريدة الإكسپريسيون ورطوا هؤلاء الضباط هذه هي الحقيقة وهذه مصادر نعم ونذكر في هذا السياق أنه عندما حدث تفجير جربة وهو تفجير الكنيسي اليهودي في 2002 كان فيه صحفي في الجزائر اتصل به ظابط مخابرات قالوا بأن هذا التفجير تم التخطيط له من المخابرات المغربية قالوا وما هو الدليل في هذا قالوا مصدر أمن هذا الصحفي قالوا المصدر هو أنت سأذكره قالوا لا ما عندي صلاحيات فيه مثل هذا الخبر قالوا إذا لا أنشر شيء جيبه لي أنت هكذا ما نشروش بعد هذا الصحفي تعرض لمضايقات كبيرة وصلت إلى حد توقيفه من مهامه لهذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة هذه هي الذي حدث يا ناس حسب المعلومات التي وصلتنا ما فيها أخبار ما فيها شيء مجموعة من الضباط جلسوا الكاسي دور داروا هذا السيناريو بعطاوه الخبر وعطاوه الأخرى قالهم شوفوا ديروه بطريقتكم وكانوا هم يطرح يتوقعوا أنه جريد الخبر تحكي حسب معلوماته مش بالدقة هذه يعني يديروه بطريقة أنه وصلتنا من مصادرنا أنه فيها ضباط استخبارات اجتمعوا فيه فيه ودون تحديث التاريخ لكن اللي كتبوها ربما كانوا في غير وعيهم أصلا حتى يحددوا بالثنين يوم الثلاثاء اجتمع وصلت المعلومة ورانا اشرحنا بالتفصيل الأدلة والبراهين اللي واردة في النص التي توحي بأنه مفبرك وكذب ولا يوجد أصلا في فقه الاستخبارات العمل بمثل هذه الطريقة يعني أعطاوه لهم فضحوا الحالة لذلك وصلتنا معلومات الآن في جهاز المخابرات أن هناك تحقيقات كبيرة حول ما حدث يعني حدث زلزال داخل جهاز المخابرات أهم حابين يعرفوا كيف هذا التسريب منين جدكم هذه المعلومة؟ لأن هذه المعلومة لا أثار لها نعم لا أثار لها في جهاز المخابرات الناس اللي عندهم وأعوانهم من هنا ومن هنا ما أرسلوا شيء راهم حقوا إلقاؤها حكاية داروها مجموعة من الظباط هم هذه ديدنهم يقعدوا في ديسكوتاك في بلاساو ولا في نادي السنوبر صهرارين ويبدو يحرروا في الأخبار من روسهم أعطي للجريدة الفلانية أعطي كذا كذا وخلي هذا الذي حدث نعم هذا الذي حدث حسب مصادر مطلعة نعم وحدث التحقيقات وتصلوا ببعض الجهات وراهم يبحثوا في الأمور وراه ممكن تسقط فيها رؤوس داخل الجهاز الاستخبار لأنه لو كانت المعلومة صحيحة بالفعل من الغباء جدا أن الاجتماع يصر بالاثنين انتم بالثلاث تسربوها للصحافة واضحة بأنها كذبة مستحيل جريد جهاز المخابرات يوصل درجة أنه يحدث اجتماع بالهذا المستوى يعرفوا فيه نهار في لحظاته وكانوا معاهم كانوا مجتمعين معاهم ومستحيل تكون جريدة الخبر ولا جريدة الإكشبريسيون اللي هي اللي عندها مراسلين حظروا معاهم الاجتماع هذه من المستحيلات إذن المعلومات التي وصلتنا بأن حدث زلزال داخل جهاز المخابرات ورايح فيها رؤوس رايح تسقط ولا أستبعد حتى جبر مهنة أن يكون أحد الذين سيدفعون ثمن هذه المعلومة وهذا التسريب على حسب مصادرهم في غضب كبير لأنها معلومة أولا ليش غضبه هم متعودين على الكذب بل أن المسؤولين في جهاز المخابرات يوصلوا الضباط ودربوهم على الكذب لكن الإشكالية هي التي أزعجتهم مش تكلموا عن المغرب ولا تكلموا على إسرائيل هي أنهم تكلموا على فرنسا وهذا الذي أثار أيضا جدل داخل الرئاسة وحسب معلوماتنا تقول بأنه غضأ تبون ما عجبوا الحال لأنه ممكن رهي أحدث تواصل من أطراف الفرنسية مع الأطراف الجزائرية وين هذه الأخبار هذه اللي انشرتوها ونحن لأنه واضحة رهي خبرت عن مخابرة نعم واضحة وبينة ما فيها ولا جدال ولا نقاش ولذلك بدأوا يتساءلوا منين رحنا نحن اجتمعنا في إسرائيل والخطة لثارة الفوضى والفتنة واستهداف الأمن القوم تبون وجمعت دايرين به راهم فسروا الأمر على أساس بأنه هناك لوبي أراد ضرب زيارة تبون إلى فرنسا لأنه تبون رايح يروح العهدة الثانية والعهدة الثانية محتاج فيها لتزكية فرنسية وهي الأهم وأيضا التزكية الروسية التي لديها تأثير كبير على العسكر فقط هذا هو اللي حاب ويخرجون له الخرجة هذه وهذه الاتهام خطيرة من المفروض هذه الاتهامات أو يتم قطع العلاقات مغربكم خلاص قطعين معاه إسرائيل مشكم معترفين بيها وما عندكم حتى علاقات معها فرنسا تقطع معها العلاقات وتغلق الأجواء وتسحب السفير وكل شيء هذه راي مخابراتها تخطط لكم باش تدير لكم فتنة في البلاد رايح شيء خطير للغاية ولكن الأساس عندما حدثت هذه التحركات تبين بأن هذا الخبر صاغوه ضباط في حالة سمر والكاسي دور وأرسلوه إلى الخبر وأرسلوه إلى الإكسبريسيون لكن الخبر والإكسبريسيون سارعوا مباشرة بنشر هذه البرقية والتصرف فيها على طريقتهم فكانت الكارثة نعم كانت الكارثة بمعنى الكلمة الآن جهاز المخابرات راهوا في حالة طوارئة بمعنى الكلمة لأنه ليس من عادته أنه جيه معلومة استخباراتية حول اجتماع معين يروح بسرعة هذه يعطيها للصحافة ويقول للجهات هذه وكان يجتبعون أن يمخترقكم أنت رك محتاج تحافظ على هذا الاختراق إن كان موجود وإذا كان مدام وصلت يوم الاثنين الاجتماع وانت يوم الثلاثاء عندك المعلومة وفي نهارها أي خليها هذه ما تروحش تقول لهم أو عندي إذا كان لو حدث هذا الاجتماع الآن وانتم فقتولوا رهم خلاص رح يراجعوا كل أوراقهم الاستخباراتية وكل خطتهم وانت تلقى نفسك لا ترش في الزف إذن إخواني الكرام معلوماتي تقول بأنه جهاز المخابرات رهوا خلاص حسن أمره بأن ما حدث هو مجرد فبركة من طرف الضباط في جهاز الاستخبارات وعندهم علاقات مع هذه الجرائد أعطوها لهم الجرائد ريما تقدرش تقول لا للمخابرات للأسف جريدة الخبر نتألم هذه الجريدة كنا وصلنا اليوم مستحيل يفوت نهارنا ما نقلوش جريدة الخبر كانت خبز الجزائريين اليومي نعم كانت رسومات أيوب الكاريكتوريين تاعوا والله هي الفيلم اليومي للجزائريين الناس صاروا وعمود سعد بعقبة أيضا والله الجريدة صارت تتقرأ من صفحتها الأخير أصبحت نزلت إلى هذا المستوى وحتى لما جيك معلومة استخباراتية بهذا الشكل تعلم كيفاش تكتبها من المفروض ما تكتب التاريخ واللي اجتمعوا بالأمس ونتليون منصر الخبر يعني ما خدمت شراسك شوية كيفاش هذا المعلومة توصل بهذه السرعة شوفوا للصحفي الأخر اللي قلت لكم عليه كيفاش رفض ينشر هذه المعلومة كانوا حبين يفوتوها عبر وكالة كبيرة انتع عندها أثرها على مستوى العالم فأرادوا يضربوا بها المغرب لكن هذا الصحفي كان في المستوى المطلوب وارفض ينشر أي معلومة ماهوش موثوق منها ودفعوه ثمن بعد ذلك الآن اللي يجري أن المخابرات خلاص أنا نقول هالكم معلوماتي المؤكدة أن هذه الحكاية هذا الاجتماع المخابرات نفسها أكدت بأنها فبركة من عند مجموعة من الضباط والآن هؤلاء الضباط هم تحت تحقيقات لمعرفة ما هي الدوافع تاهم إلى هذا العمل لأنها أعطيت تفسيرات أخرى أو الرئاسة أيضا تبور راح طلب من شنغريحة ضرورة معرفة كيفاش هذه القصة وهذه الحكاية إذا كانت صحيحة يجب أن نتخذ موقف معين وإذا كانت غالطة لازم نوقف هؤلاء عند حدهم لأنها جريدة ما أكلموا عن الجرائد هذه ولا أي شيء لأنهم عارفين بأن الجرائد تنفذ ما تؤمر به لذلك لم يحمل لا الخبر ولا الإكسبريسيون أي مسئولية بقدر ما صارت المسئولية داخلية في جهاز الأمن ويجري الأمور ممكن أن تصل إلى محاكمة عسكرية لهؤلاء الضباط الذين فبركوا هذا الخبر وأيضا تسقط بعض الرؤوس وأيضا تلك الرأس الكبيرة في هذا الجهاز وهو الجنرال جبار مهنة من المحتمل جدا أن يدفع ثمن هذا التسريب الغبي الذي ظهر أنه لا أساس له هي مجرد فبركة كان يتوهم هؤلاء الضباط أن بهذه الطريقة سيثيرون المغرب ويعملوا شوي يشغلوا الرأي العام في ظل غضب شعبي بسبب الفيضانات في ظل أيضا أخبار حول ما جرى في قضية الفضيحة الكوكايين هذه التي كانت جاي إلى وهر في إسبانيا فأرادوا صناعة هذا الخبر بشي غطع عليه وبعد ذلك نيتهم وشهوا بعد ذلك يربطوه حبشي وجهه إلى أن قضية الكوكايين هذه هي مجرد فبركة شاركت فيها الأجهزة الاستخبارية للتعامر على الجزائر هكذا خطط هؤلاء الغبياء ولكن تخطيتهم إذا ارتد إلى أعناقهم والضرر عاد عليهم بعدما تحولت البلاد وجهازها الاستخبارات الذي هو من المفروض مفخرة للبلاد تحول حقيقة إلى مصغرة يعني بالله عليكم يعني الدولة اللي قوتها في أجهزتها الاستخبارية يوصل بيها الأمر إلى هذا العبث واللعب الصبياني جيب هذا الخبر تعطيه لتفل صغير عنده شوية فقط تجربة في التيك توك وفي شبكات تواصل اجتماعي يضحك عليه يقول كذلك ما كنش منها أصلا اجتماعا ثلاثة أجهزة عالمية في عالم الاستخبارات بالثنين نهار ثلاثة لو عند الجزائر وينشروا في الجريدة ما احتفظوش به ودرسوه ومن خلاله يحاولوا يصنعوا بعض الأفكار في سياستهم الخارجية وثم يواصلوا اختراقهم ربما يجدون ما هو أخطر يروحوا مباشرة يعطوا هالجرائد وانشروا وحطوا في الصفحة اللولة فما أغبى هؤلاء الذين فبركوا هذا الخبر والأغبى منه هي تلك الجرائد التي تنشر مثل هذه البضاعة الكاسدة هذه البضاعة المزجات التي صارت والله للأسف الشديد تعطي صورة حقيقية عن هذه الأجهزة الاستخبارية التي فيها ناس بلغوا من الفساد في ذمتهم المالية في أخلاقهم في سلوكهم وأيضا في عملهم المهني الذي صار يبتعد كل الإبتعاد عن رجل الدولة عن رجل الاستخبارات الحقيقي الذي همه معلومة الصحيحة وليس يتحول مثل الجرائد الصفراء يفبرك الأخبار ويعطيها الجرائد باش يصنع بها نوع من الجدل من دون تقدير للعواقب التي ستكون أسوأ أكثر إن بقي الحال على هذا الحال واذكروا كلام